وينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان دكتور نبيل اعتوم أستاذ العلوم السياسية دكتور نبيل لنبدأ يعني بهذا الخبر أو التقرير الذي عرضناه قبل قليل عن مطالبة الرئيس الأمريكي لحكومة بن يمين نتنياهو بوقف الحرب بعيدا عن اتفاق التهدئة من وجهة نظرك ما مدى جدية الإدارة الأمريكية في الضغط على حكومة الاحتلال؟ مساء الخير السيد حسن يعني في واقع الأمر هي دعوة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية في الظل الازدواجية الأمريكية الواضحة يعني اسمع من الجانب الأمريكي تفرح جرب تحزن يعني ليل نهار يتحدثون عن أهمية توزيع المساعدات الإنسانية عن أهمية تجنب المدنيين عن أهمية عدم استمرار العمليات العسكرية بهذه الوتيرة عمليات الإبادة عمليات التدمير لم يحدث شيء يعني خاصة أنه يعني الجانب الإسرائيلي حسن استفاد من المماطلة الأمريكية في ظل وجود خطابين يعني هو الخطاب حتى للداخل الأمريكي في ظل الانتخابات وما تعني الإدارة الديمقراطية من مأزق حقيقي بفعل هذه الحرب الإسرائيلية وأيضا خطاب للخارج للرأي العام بأن الولايات المتحدة مع فتح المعابر مع المساعدات الإنسانية لكن أي شيء لم يتحقق على أرض الواقع في ظل السعي الأمريكي إلى دعم إسرائيل بشكل غير متناهي عبر إرسال السلاح والإفراج عن صفقات للسلاح التي تقدر قيمتها آخر صفقة حسن كان قيمتها 18 مليار دولار وتصدير أكثر من 3000 قنبلة إلى الجانب الإسرائيلي بموازات ذلك هذا الخطاب وهذا التماهي الأمريكي سمح للجانب الإسرائيلي بأنه يصبح بثلاث مسارات أساسية الاستمرار أولا في حرب الإبادة وبشكل غير مسبوق عبر سياسة الأرض المحروقة وتدمير كل البنى التحتية الموجودة في غزة بحيث تصبح غزة غير صالحة للحياة الأمر الثاني ما يسمى بسياسة التهجير من الشمال والوسط باتجاه الجنوب ووضع في منطقة جغرافية واحدة ممثلة في رفح والاستراتيجية الثالثة التي نجحت فيها إسرائيل من خلال دعني أسمي هذه المماطلة الأمريكية وهذه الازدواجية الأمريكية ممارسة سياسة الحصار والتجويع وبالأمس بيقول لك والله الرئيس بايدن تحدث في مكالمة مطولة مدتها 30 دقيقة مع بن يمين نتانياه وطلبه بوقف إطلاق النار إذا كان طلبه بوقف إطلاق النار فلماذا لم توافق الولايات المتحدة الأمريكية على القرارات الدولية بشكل إلزامي وأخذت تحت البند السادس من مثاق الأمم المتحدة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أيضا أن الولايات المتحدة لغاية هذه اللحظة أنا أعتقد حتى في طبيعة التخيير حسن لنتانياه أن تفتح المعابر معبر إيرز ومعبر كرم أبو سالم وإيقاف وقف إطلاق النار فوختار الموضوع الأسهل وليام دخل نتانياه ثلاث شحنات شوف أنت ثلاث شحنات في ظل هذه الأزمة الإنسانية غير مسبوقة وبالتالي أنا لا أعول على الجانب الأمريكي وحتى المفاوضات التي بعثونا وليام بيرنز للحديث مدير وكالة السياي إي للدفع باتجاه المفاوضات باتجاه التهديئة إلى القاهرة والرئيس الأمريكي تواصل مع القاهرة وتواصل مع الدوحة وطالبهم بممارسة مزيد من الضغوط على حماس وبالمناسبة هو لماذا لا يمارس هذه الضغوط على الجانب الإسرائيلي ويجبر الإسرائيل على وقف إطلاق النار وبذلك أنا أعتقد هي بتشكل عامل ضغط على الجانب الإسرائيلي لكن في نهاية المطاف نحن نريد أفعال حسن ولا نريد مجرد أقوال هذا الأمر لا يسمن ولا يغني من جوع في ظل عملية التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق وفي ظل سعي إسرائيل الآن إلى استراتيجية أخرى من خلال محاولة نقل المواجهة إلى الخارج عبر افتعال أزمة جديدة مع إيران ومع حزب الله اللبناني تحدثت عن إرسال رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية إلى القاهرة وكذلك أيضا الوفد الإسرائيلي من المفترض أن يأتي هنا غدا بدء جولة جديدة من المفاوضات توقعاتك لهذه الجولة وما إذا كانت تحمل أي آمال في الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين شف حسن أنا لا أعاول على ذلك كثيرا أنت شفت يعني بلينكين إجا بست زيارات مكوكية إلى المنطقة بالذات بزار إسرائيل وكان يرتب إلى ما يسمى بهدنة مؤقتة وكان يرتب أيضا مع محاولة إيجاد مقاربة لعودة الرهائن الإسرائيليين لكن لم يتحقق ذلك؟ الإسرائيليين استقبلوا بلينكين بمزيد من عمليات المجازر وكان آخرها مجزرة مستشفى الشفاء وغيرها من هذه المجازر التي لا تعد ولا تحصى لكن هذا يعطيك درجة الاستهتار الإسرائيلي من ناحية وبعطيك مؤشر على أن هناك اتفاق ضمني ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الإسرائيلي للاستمرار في هذه الحرب وسط دعاية إسرائيلية غير مسبوقة برزت من خلال الحديث عن وجود 3000 عنصر من حماس لا زالوا موجودين في منطقة رفح وجود 167 من قيادات حماس بالذات من القيادات العسكرية تريد إسرائيل الوصول إلى اتفاق لمحاولة المطالبة بخروجهم خروج آمن من قطاع غزة والحديث بشكل واضح وصريح عن محاولة إيجاد منطقة عازلة في شمال غزة وتخسيم قطاع غزة إلى ثلاث مناطق أساسية مع محاولة الترويج إلى سلاح الغذاء مقابل وقف العمليات العسكرية وأيضا الحديث عن مقاربة أخرى هي محاولة ابتزاز الطرف الفلسطيني عبر ورقة رفح أنه إما بتنفذ هذه المطالب التي تريدها إسرائيل أو سوف تقوم إسرائيل بعملية عسكرية واسعة نطاق ضد رفح والأميركان بالمناسبة حسن يعني هم مش ضد هذه العملية هو بيقول لك الآن إحنا فقط كيف أنتوا بتكونوا تتعاملوا مع الجانب الإنساني 31 مليون فلسطيني موجودين في هذه المنطقة والحديث عن أهمية وجود مقاربة إنسانية لنقل جزء من هؤلاء للقيام بالعملية العسكرية ورغاية هذه اللحظة حتى إدارة بايدن لم تطالب بوقف كامل وشامل لإطلاق النار ودخل علينا العنصر النسائي ودوره في السياسة وفي التأثير على الجانب الأمريكي من خلال القول والأدعاء أن زوجة بايدن زعلانة ومذذائقة وهي تمارس ضغوط على الرئيس بايدن حتى يقوم بدوره بممارسة هذه الضغوط على الجانب الإسرائيلي لوقف هذه العمليات العسكرية بموازال ذلك لا يوجد عندنا ضغط دولي حسنا حتى دول الاتحاد الأوروبي وفرنسا لا زالت تقف بشكل واضح وصريح مع الجانب الإسرائيلي صحيح أنها تشجب وتودين وهذه توجه رسائل للبيئة الداخلية في هذه الدول خاصة مع الرأي العام الضغط وخروج التظاهرات والاحتجاجات وملف حقوق الإنسان وغيرها ترجمة نانسي قنقر